السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدرس جديد اندروس الرياضيات درسنا اليوم بعنوان ضرب في عدد من رقمين خاص بالمستوى الثاني نبدأ على بركة الله ضرب في عدد مكون من رقمين نختار العملية التالية 26 ضرب 23 كيف سأجري العملية قد رأينا في السابق ضرب عدد من رقمين او من ثلاثة ارقام في عدد مكون من رقم واحد ولاحظنا ان العملية سهلة جدا ستعمل الاحتفاظ الى غير ذلك الان عندي مكون المضروب فيه الان مكون يعني الادد التالي مكون من رقمين كيف سأجري العملية سأجري سأقسمها الى قسمين القسم الاول هو ان اضرب العدد اللي في الاعلى اضربه في وحدات العدد الموجود في الاسفل ثم المرحلة التانية اضرب العدد في الاعلى في عشرات العدد الثاني ثم اجمع الجدائي اذا نبدأ قلنا نضرب ستة وعشرون في ثلاثة كأن اتنان ما غير موجودة يعني كأن عندي العملية هي ستة وعشرون في ثلاثة دي المرحلة الاول اذا نقول ستة ثلاثة في ستة تساوي تمانية عشر اكتبوا تمانية واحتفظوا بواحد ثلاثة في اتنان ستة واحد سبعة الان امر الى المرحلة الثانية وهي ضرب ستة وعشرون في اتنان لكن لاحظ ان اتنان الان موجودة في العشرات وليس في الوحدات وبالتالي يعني كأنه عندي ستة وعشرون هي في حقيقة هكذا ستة وعشرون مضروبة في عشرون يعني انا احتاج الى ان اضع صفرا في الوحدات لانني سادرب الان في العشرات واقول اتنان في ستة دائما حينما امر الى العشرات لا انسى هذا الصفر صفر او نقطة لا انسى لا انسى لان مررت الى مرتبة العشرات اذا اقول اتنان في ستة اتنى عشر اكتب اتنان احتفظوا بواحد اتنان في اتنان اربعة وواحد خمسة نعم الان تحصلت على جداء اين جداء الاول هو ستة وعشرون في تلاتة وهي تمانية وسبعون وجداء التاني هو ستة وعشرون في عشرون اللي هو خمسمائة وعشرون إذن أقوم بجمع هذين الجدائين 8 زائد 0 8 7 زائد 2 9 5 زائد لا شيء 5 إذن مفهوم الآن سأعيد العملية مرة أخرى إذن قلنا 26 مضربه في 3 سأقسمه إلى 2 المرحلة الأولى أضرب 26 في 3 المرحلة الثانية 26 أضربها في 20 يعني كأنني فكرت العدد الذي في الأسفل يعني المضروب فيه إلى 23 تسوي 20 زائد 3 إذن الوحدات بوحدهم العشرات بوحدهم إذن نضرب في الوحدات 26 في 3 3 في 6 18 أكتب 8 أحتفظه ب 1 3 في 2 6 و 1 7 أمر الآن إلى العشرات 26 مضروبة في 2 أو في 20 إذن لا بد أن أضيف الصفر لأبين أنني مررت إلى مرتبة العشرات إذن 2 في 6 12 أكتبه 2 احتفظه ب 1 2 في 2 4 و 1 5 الآن تحصلت على جداءين جداء 26 في 3 و 26 في 20 إذن 26 في 3 8 و 7 26 في 20 أو 2 يعني عشرات هي 520 إذن 8 زائد سفر أجمعهما عفوا أجمعهما 8 زائد سفر 8 7 زائد 2 9 5 زائد لا شيء هي 5 إذن هكذا تبدو العمليات تصبح سهلة جدا لكن شيء الوحيد الذي أحترمه هو أن أضع الصفر حينما أمر إلى الضرب في العشرات ترجمة نانسي قنقر